مقتل محمد باقر الصدر وعلاقة الخوئي بذلك هناك علاقة وثيقة بين مقتل محمد باقر الصدر والخوئي قطعاً الخوئيون لا يرغبون بمثل هذا الحديث ويرفضون هذا الكلام فأنا لا أتحدث هنا وفقاً للأمزجة الخوئية إنما أتحدث وفقاً لمزاج الحقائق الحقائق هي التي تخبرنا أنا لا أقول من أن الخوئي هو الذي قتل محمد باقر الصدر بيده لكن المعطيات التي سأضعها بين أيديكم هي التي ستخبركم بحقيقة أن الخوئي كان وراء مقتل محمد باقر الصدر هذا لا يعني أن البعثيين ما كانوا ليقتلوا محمد باقر الصدر إلا أن كان الخوئي شريكاً معهم لكن الخوئي سهل الأمر على البعثيين سهل الأمر كثيراً وبسبب ذلك كثرت الإعدامات بعد مقتل محمد باقر الصدر لأن البعثيين أيقنوا أن الخوئي لن يحرك ساكناً وكذلك حوزة النجف لن تحرك ساكناً قبل مقتل محمد باقر الصدر الإعدامات كانت محدودة ولكن بعد مقتل محمد باقر الصدر بعد أن أخذوا الضوء الأخضر من الخوئي كثرت الإعدامات كثرت الإعدامات بالضبط مثلما أخذ الإرهابيون الضوء الأخضر من السيستاني حينما كانت الشيعة تريد من السيستاني موقفاً في مواجهة الإرهابيين فكان يقول لو قتلوا نصفنا نصف أبنائنا فإننا لا نرد وبهذا أعطى الضوء الأخضر للإرهابيين أن قتلوا وقتلوا وقتلوا منه الشيعة الحكاية هي هي إنها مرجعيات الجبن والاستخذاء أتحدث عن الاستخذاء العقائدي أقرأ عليكم من الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار هذا الكتاب معروف معروف في أجواء الذين يحبون محمد باقر الصدر مؤلف هذا الكتاب محمد رضا النعماني محمد رضا النعماني من تلامذة محمد باقر الصدر وله حكاية طويلة يفصلها في هذا الكتاب لأنه كان متواجدا مع محمد باقر الصدر في بيته في فترة الحصار هذه الطبعة هي طبعة مطبعة إسماعيليان قم المقدسة الطبعة الثانية ألف وتسعمية وسبعة وتسعين ميلادي مع ملاحظتي أن محمد رضا النعماني لم يكتب كل شيء في هذا الكتاب الأمور الحساسة والخطيرة لم يكتبها في هذا الكتاب إما أنه أصلا لم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد أو أنه أشار إليها إجمالا وجعلها معماتا ليست واضحة ومع ذلك فلقد قرج الكثير والكثير في الصفحة السابعة والعشرين بعد المئة وهو يتحدث عن المجريات والحوادث والأحداث التي جرت على محمد باقر الصدر بلغه بلغ محمد باقر الصدر أن أحد أبناء المراجع هذا هو جمال ابن الخوعي الإبن الأكبر للخوعي ولذا يكن الخوعي بأبي جمال أبو القاسم هذا اسمه أما كنيته كنيته يكن باسم ولده الأكبر جمال الدين فيكن بأبي جمال وهذا هو الذي كان يدير مرجعية أبيه قبل أن يسافر إلى إيران وتوفي هناك في إيران في ظروف غامضة هناك اتهامات تلقى على أوكلاء الخوعي في إيران لا أريد أن أخوض في هذه المسألة وربما الكلام ليس صحيحا نحن نتحدث عن المراجع وحول المراجع المراجع كذابون ما يدور من الأحاديث في أوساط المراجع والمرجعيات ما هو إلا الكذب المراجع كذابون كذابون إلى حد بعيد يكذب بعضهم على بعض يفسق بعضهم بعضا يكفر بعضهم بعضا ويضحكون على الناس بأنهم على قلب واحد على أي حال بلغه بلغ محمد باقر الصدر أن أحد أبناء المراجع وهو جمال ابن الخوعي قال لمدير أمن النجاف ماذا تنتظرون بالصدر ماذا تنتظرون بالصدر هل تريدونه خمينيا ثانيا في العراق لماذا لا تعدمونه أتعلمون أين قال هذا الكلام لقد قال هذا الكلام في بيت أبي في بيت الخوعي حينما جاء مدير أمن النجاف لزيارة الخوعي وكان يزور الخوعي كثيرا علاقة الخوعي بالبعثيين وبالأمن العراق علاقة وثيقة ما كان يقال لنا من أن الخوعي البحثيون يعادونه يضيقون عليه كان كذبا كان ضحكا على ذخوننا بعد ذلك عرفنا الحقيقة عرفنا الحقيقة الخوعي وصدام دهن ودبس بعد ذلك عرفنا الحقيقة حينما أقول لكم المراجع سرسرية وهتلية وصاقطين كذابون كذابون مثلما يكذب بعضهم على بعض يكذبون على الشيعة يكذبون على الشيعة كثيرا وشعة حمير 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 أنني أتحدث عن البشر الحمير البشر الحمير أسوأ بكثير من الحمير الحيوانات في بيت الخوعي في بيت أبيه جاء مدير أمن النجف لزيارة الخوعي وكان الخوعي جالسا الخوعي كان جالسا وبجانبه مدير الأمن وكان جمال ابن الخوعي بمسمع من أبيه وفي محضر أبيه يقول لمدير أمن النجف ماذا تنتظرون بالصدر هل تريدونه خمينيا ثانية في العراق لماذا لا تعدمونه وكان يقول هذا الكلام وبمسمع من الموجودين في البيت فكان خادم الخوعي يحمل الشاي كي يقدمه لمدير الأمن وكان خادم الخوعي يسمع هذا الكلام ونقل الكلام عن خادم الخوعي وعن غيره من الذين كانوا موجودين في بيت الخوعي آنذاك وبالمناسبة هذا الكلام تكرر تكرر من جمال وهو يخاطب المسؤولين البعثيين بعضه بمحضر أبيه وبعضه بعلم أبيه فأبوه كان يعلم من أن جمال الإبن الأكبر للخوعي كان مصرا على هذه القضية يريد من البعثيين أن يعجلوا بإعدام محمد باقر الصدر وكل ذلك كان بعلم الخوعي بلغه بلغه محمد باقر الصدر أن أحد أبناء المراجع قال لمدير أمن النجف ماذا تنتظرون بالصدر هل تريدونه خمينيا ثانيا في العراق لماذا لا تعدمونه هذه الحكاية نحن نعرفها فأنا لا أريد أن أؤسس الحكاية من خلال هذا الكتاب لكنني أريد أن أقول لكم بأن المعلومات التي أنقلها لكم موجودة في الكتب هذه المعلومات موثقة والمؤلف حي محمد رضا النعماني موجود بإمكان الخوعيين أن يعترضوا عليه حينما جاء جمال الخوع إلى إيران والبعض واجهوه بهذه الحقيقة لم ينكر لم ينكر وإنما أخذ يعتذر من أنها ساعة غضب وما كنا نعرف البعثيين لم ينكر لم ينكر أنه كان يطالب البعثيين بتعجيل إعدام محمد باقر الصادر هذه حقائق هذه حقائق مشكلتنا ليست مع جمال الخوعي جمال الخوعي نحن نعرفه نحن نعرفه جمال الخوعي شخص لا قيمة له نحن نعرفه لكن الكلام عن زعيم الحوزة العلمية كان الكلام يقال بمحضره وهو لا ينبس ببنت شفة أنا لن أقول من أن الخوعي كان يريد إعدام محمد باقر الصدر لكنه كان جبانا كان رعديدا ما كان يمتلك الشجاعة أن يعترض على ولده بسبب حضور مدير الأمن فماذا تتوقعون من مدير الأمن بعد أن يشاهد ويسمع من أن جمال الخوعي وليس في مجلس سري بيت الخوعي كان فيه عدد ليس قليلا من الناس من حاشية الخوعي وكانوا يسمعون الكلام لأنهم يجلسون في مكان مجاور للغرفة التي كان فيها الخوعي ها هو يسمع من مدير مرجعية الخوعي من ولده الأكبر جمال وبمحضر الخوعي قطعا سينقل هذا إلى القيادة في بغداد من أن الطريقة مفتوح ومؤيد من قبل الخوعي وفعلا هو هذا الذي حدث وصار أن عجل بإعدام محمد باقر الصدر كتاب آخر الشهيد الصدر بين أزمة التأريخ وذمة المؤرخين مختار الأسد كاتب وسياسي عراقي معروف هذه الطبعة الأولى ألف تسعمية وسبعة وتسعين المطبعة ستارة إنها قم المقدسة في صفحة التاسعة والستين بعد المئة ينقل نفس الكلام الذي ذكره محمد رضا النعمان في كتابه الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار ينقل الكلام نفسه وأنه حين بلغه أن أحد أبناء المراجع قال لمدير أمن النجف يوما ماذا تنتظرون بالصدر هل تريدونه خمينيا ثانيا في العراق لماذا لا تعدمونه ويستمر في نقل الحكاية ويعلق في حاشية الصفحة السبعين بعد المئة يقول انظر صفحة مية وسبعة وعشرين من كتاب الشيخ النعماني الذي قرأت منه قبل قليل والأكثر مرارة أن كلمة هذا الابن لمدير أمن النجف الأشرف قيلت بحضور والده ولم يعلق الوالد شيئا كما نقل ذلك الشيخ النعماني بحديث خاص هذه المعلومة يحدث بها محمد رضا النعماني في كل مكان هو لم يثبتها في كتابه مثل ما قلت لكم قبل قليل من أن كثيرا من الأمور أشار إليها إشارة خاطفة لم يدخل في التفاصيل مع أن الحكاية معروفة مع أن الحكاية معروفة أتحدث عن حكاية الخوئي مع محمد باقر الصدر هذا الجزء الثالث من الموسوعة التي عنوانها محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق إنه أحمد عبد الله أبو زيد العامل صاحب هذه الموسوعة هذه طبعة دار العارف للمطبوعات بيروت لبنان الجزء الثالث في صفحة التاسعة والعشرين بعد المئة الكلام هو هو وبلغه ذات مرة بلغ محمد باقر الصدر أن السيد جمال الدين الخوئي كما مكتوب هنا رحمه الله ما هو الفارق بين هؤلاء وبين أتباع السقيفة بني ساعد يترحمون على القاتل والمقتول على حد سوى وبلغه ذات مرة أن السيد جمال الدين الخوئي رحمه الله قال لمدير أمن النجف نحن هنا بحاجة أن نقول صلى الله عليه وآله لمدير أمن النجف قال لمدير أمن النجف ماذا تنتظرون بالصدر هل تريدونه خمينيا ثانيا في العراق لماذا لا تعدمونه ولم يعلق السيد الخوئي رحمه الله على ذلك بشيء لأنه كان موجودا وماذا يكتب في الحاشية من حديث خاص للشيخ محمد رضا النعماني مع الأستاذ مختار الأسد ونقل عن هذا الكتاب هو ينقل عن الكتابين تمام الحكاية تمام الموضوع يشير في الحاشية السادسة يقول حدثني بذلك بالموضوع نفسه حدثني بذلك الشيخ محمد رضا النعماني بتاريخ 21 3 2005 ميلادي الحكاية معروفة ومعروفة جدا وكل الذين هم في أجواء محمد باقر الصدر يعرفون هذه الحقيقة من أن جمال الخوئي كان يصر على البعثيين وعلى رجال الأمن مسؤولي الأمن وهم أكثر الناس إجراما في النجف يصر عليهم أن يعجلوا بإعدام محمد باقر الصدر تارة بمسمع الخوئي وأخرى بعلمه وأخرى بعلمه والخوئي لم يحرق ساكنا ماذا تقولون أليس الخوئي هنا مشاركا في قتل محمد باقر الصدر السيد أحمد الحسني البغدادي من علماء النجف شخصية معروفة شخصية معارضة للمرجعية السيستانية من الشخصيات التي هي مغضوب عليها في النجف له كتاب إيران والعراق أسرار وقضايا إيران والعراق أسرار وقضايا إنها الطبعة الشرعية الأولى ألفين وعشرين ميلادي طبعة دار إحياء تراث الإمام البغدادي النجف العراق في صفحة الخامسة والثماني يقول زرت السيدة جعفر الصدر إنه ابن محمد باقر الصدر والذي هو سفير الآن لجمهورية العراق هنا في المملكة المتحدة في لندن فسيد أحمد الحسني البغدادي يقول زرت السيدة جعفر الصدر قبل أن أغادر إيران متوجها إلى دمشق لأن جعفر الصدر كان في مدينة قم أيام صعود مرجعية محمد الصدر في العراق في النجف زرت السيدة جعفر الصدر قبل أن أغادر إيران متوجها إلى دمشق ورأيت الجالسين في مجلسه هم السيد حسين هذا الصدر الذي كان هنا في لندن وانتقل بعد ذلك إلى العراق إلى بغدا والشيخ حسين المؤيد وهو الشيخ حسين المؤيد هو ابن أخت السيد حسين هادي الصدر والذي صار وهابيا وبعد ذلك صار علمانيا كان من أساتذة الحوزة الشيعية في قوم ثم صار وهابيا صار من علماء الوهابية وصار رمزا من رموز الإعلام الوهابي في هذه الأيام تحول إلى علمانيا يمكنكم أن تتابعوا أحاديثه وكلماته على الإنترنت والشيخ أحسين المؤيد والشيخ محمد رضا النعماني الذي قرأت عليكم من كتابه قبل قليل وكان يصحبني الشيخ فارس أحسين أبو صابع الجشعمي وبعد أن استقر بنا المقام وجهت للسيد جعفر الصدر سؤالا محرجا لم يكن في خلده إطلاقا ألا وهو من قتل والدك الفقيه العنيد هل صدام إحسين المجيد أم أبو القاسم الخوئي لأن القضية كانت معروفة هذا السؤال لم يأتي جزافا لم يأتي هذا السؤال جزافا من السائل في مجلس يشتمل على تلك الشخصيات فهؤلاء ما هم بصبية صغار هؤلاء يعرفون الحقيقة جعفر الصدر حسين المؤيد محمد رضا النعماني إنه صاحب الكتاب الذي قرأت عليكم منه وحسين هذه الصدر هؤلاء يعرفون الموضوع ولذا فإن السائل حين سألهم لم يكن سؤاله جزافيا من قتل والدك الفقيه العنيد هل صدام إحسين المجيد أم أبو القاسم الخوعي لو أن الحقيقة هذه ليست هي هي الحاكمة لأجاب جعفر الصدر أو أجاب أحد الجالسين ما هذا الكلام كيف تسأل هذا السؤال لكن الجميع سكتوا لأن الجواب مخيف وأخذ الصمت المطبق من هو إنه يتحدث عن جعفر الصدر أخذ الصمت المطبق لأن الجواب معروف أن القاتل الحقيقية الذي باشر بالأمر هو الخوي هو الخوي صدام كان قاتلا لمحمد باقر الصدر ولكن الذي يجلس في الكواليس هو الخوي هذه الحقائق أمامكم هذا ما هو كلامي وهؤلاء الذين كانوا جالسين في هذا المجلس يعرفون هذه الحقيقة يعرفون هذه الحقيقة لكن الجميع لا يتكلمون لا يتكلمون أنا لا أبالي أنا أنا أنقل لكم الحقائق وإني لعالم علما قطعيا أن كثيرين منهم يحسدون ني على جرأتي ويحسدون ني على استقلاليتي ويحسدون ني على تمكن من أن أتحدث بما أريد وأن أضع النقاط على الحروف من هنا حينما أقول لكم من أن المراجع كذابون من أن المراجع سفل من أن المراجع ساقطون هذه هي الحقائق كذبوني كذبوني في الحلقة الماضية نقلت لكم كيف أن السيد الخوئي يصف السيد الخميني بالاستحمار وكيف أن السيد الخميني يصف السيد الخوئي بأنه بهيمة مربوطة همها علفها نذهب إلى فاصل نقطة أخرى في الاتجاه نفسه محاولات عديدة لإقناع الخوئي بأن يذهب إلى زيارة محمد باقر الصدر حينما كان في إقامته الجبري وكانوا يقولون له من أن نذهب معك محاولات عديدة أنا لا أملك وقتا كي أخوض في تفاصيلها بإمكانكم أن تعودوا إلى الجزء الرابع من موسوعة محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق أو تعود إلى برامج السابقة لأنني فصلت القول في هذا الموضوع في هذه الحلقة لا أمتلك وقتا كافيا لأنني أريد أن أتحدث عن مطالب أخرى فهناك محاولات عديدة عديدة من شخصيات بارزة من وجهاء النجف ومن علماء النجف ومن وكلاء الخوء نفسه كانوا يقترحون عليه ويصرون عليه أن يبادر إلى زيارة محمد باقر الصدر فحينما يذهب هو مع جمع كبير من المراجع والعلماء الآخرين فإن الإقامة الجبرية ستزول وإن البعثيين سيعرفون من أن حوزة النجفي بمراجعها ومن أن النجفيين بشخصياتهم ووجهائهم الاجتماعيين يقفون وراء محمد باقر الصدر سيكون الضغط عليه خفيفا من قبل البعثيين لأن الجميع كانوا يتوقعون أن البعثيين سيقومون بإعدامه خصوصا الذين علموا بأن جمال الخوئي يصر على البعثيين أن يعجلوا بإعدامه لكن الخوئي كان شيطانا كان يعدهم ثم بعد ذلك ينقلب عليهم كان يشترط عليهم شروطا هو يعرف أنها لا تتحقق ولذا لم تنجح تلك المحاولات مع الخوئي لإقناعه كي يذهب لزيارة محمد باقر الصدر مع المراجع الآخرين مع الوجهاء المجتمعيين في النجف لرفع الحصار عن بيته وأسرته هذه أين تضعونها إنها محاولات عديدة عديدة لإقناعه لكن الخوئي هكذا كان يتملص منها مرة يشترط شروطا يشترط بأن فلانا وفلانا الذي هو يعلم قطعا من أنهم لن يأتوا لأنهم من أعداء محمد باقر الصدر فهو يطلب حضورهم وهم لا قيمة لهم في الأجواء العامة زعيم الحوزة هو لو ذهب لوحده لكان كافيا لكن الرجل كان شيطانا كان شيطانا فكان يشترط أن يذهب معه شخصيات من آل الحكيم مع أنه يعلم علم اليقين أن آل الحكيم يعادون محمد باقر الصدر عداء شديدا عداء شديدا لا مثيل له قد تقولون محمد باقر الحكيم وعبد العزيز الحكيم كانوا مع محمد باقر الصدر هذان أيضا كان من بوذين في دائرة آل الحكيم لماذا لأنهما يحسبان على محمد باقر الصدر محمد باقر الحكيم وعبد العزيز الحكيم كان من بوذين في دائرة آل الحكيم وهذا الأمر نحن نعرفه وجميع الذين هم قريبون من أجواء حوزة النجف يعرفون هذه الحقائق أنا لا أستطيع أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة فكان الخوئ هكذا يشترط يشترط أن يذهب معه فلان وفلان من الحكيمين لأنه يعلم أن هؤلاء لن يذهبوا شيطان 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 محاولات في آخر الأمر عديدة فشلت لأن الخوئ ما كان يريد إنقاذ محمد باقر الصادر لو كان يريد إنقاذه لفعل بنت الهدى وهي آمنة هذا هو لقبها هي آمنة شقيقة محمد باقر الصادر طلبت من محمد باقر الصادر أن يتصل بالخوئي أن يتصل بالخوئي حينما جاءوا إلى اعتقاله إلى اعتقال محمد باقر الصادر إنه الاعتقال الأخير حيث أخذوه وأعدموه في بغداد طلبت منه أن يتصل بالخوئي كي يرعى عائلته لأنها كانت خائفة جدا فقد سمعت الكثير من التهديد والوعيد من البعثيين الذين كانوا يحاصرون بيت محمد باقر الصدر سمعت منهم من وراء الباب تهديدا ووعيدا من أنهم سيعتدون على النساء والأطفال فكانت خائفة فلما جاءوا للاعتقال الأخير طلبت من محمد باقر الصدر أن يتصل تلفونيا وكان التلفون شغالا في بيت محمد باقر الصدر لأن البعثيين يريدون أن يعرفوا من يتصل بمحمد باقر الصدر ومحمد باقر الصدر بمن يتصل فطلبت منه أن يتصل بالخوئ هذه اللحظات الأخيرة من حيات محمد باقر الصدر في بيته أخذوه وأعدموه اتصل بالخوئ مع أن محمد باقر الصدر لم يكن مختنعا لأنه يعرف حقيقة الخوئ ويعرف حقيقة موقفه ولكن إصرار أخته عليه هو الذي دفعه لأن يتصل بالخوئ هذه الحادثة جاء تفصيلها في المصدر الذي بين يدي صفحة 270 خمسة أربعة ألف وتسعمية وثمانين هذا هو تعريق الحادث خمسة أربعة ألف وتسعمية وثمانين فاتصل اتصل محمد باقر الصدر بالخوئ وأخبره بأنه اعتقل وطلب منه حماية عائلته لأن رجال الأمن يتوعدون هم بالاعتداء عليهم بين حين وآخر فماذا كان جواب الخوئ جواب الخوئ لم أتدخل في الماضي ولم أتدخل في الآتي وأغلق التليفون بوجه محمد باقر الصدر هذا هو الجواب بالله عليكم أنا أسأل العراقيين لو أن محمد باقر الصدر اتصل بقواد من القوادين في أي منطقة من مناطق العراق خصوصا في المناطق الجنوبية لو اتصل بقواد من القوادين هل كان يرد عليه هكذا والله لا يرد عليه هكذا حينما يقول له أنا محمد باقر الصدر وإنني مأخوذ للاعتقال وعائلتي بقيت من دون رعاية أريد منك أن ترعاها أن تنظر إليها ربما يعتذر ربما يعتذر إذا كان خائفا وربما يستجيب استجابة قوية لكن قطعا قطعا لن يكون الجواب كجواب الخوي هذا الجواب يكشف عن نذالة وعن حقارة مع أن الخوي لا خطر عليه لو أنه قال له أنا سأتابع الأمر لا خطر عليه بإمكانه أن يتحدث إلى محافظ النجف إلى مدير أمن النجف وهو امسو بيتخري مري يوميا راحي رادين عليه فلن يقول مدير الأمن شيئا إذا طلب الخوي أمر رعاية عائلة محمد باقر الصدر خصوصا وهم يعلمون أن الخوي كان سببا مباشرا ل دفع البحثيين لإعدام محمد باقر الصدر لكنه هكذا أجاب لم أتدخل ولن أتدخل هذا جواب الجبناء وجواب الأنذال هؤلاء هؤلاء مراجع الشيئ هؤلاء هم مراجع الشيئ لماذا تلومون ني حين أنتقده هل هذا الكلام أنا صنعته هذه الحقائق عليها شهود والشهود أحياء وهذه الكتب موثقة يتحركون على الأرض وغيرهم آخرون يعرفون هذه الحقائق حدثني بذلك الشيخ محمد رضا النعماني بتاريخ ثلاث شعبان ألف أربعمية واثنين وعشرين هجري قمري ثم بتاريخ وحدثه مرة ثانية ثم بتاريخ واحد وعشرين ثلاث الفين وخمس ميلاد فهو سمع الحادثة منه أكثر من مرة هناك ما هو أقبح من هذا لكنني ما وجدته في الكتب لا أتحدث عن وإلا فهناك ما هو أقبح من هذا نذهب إلى فاصل